تلفزيون البحرين أخباري ومعلوماتي هذه القناة ما قامت به قناة الجزيرة القطرية من أمور كثيرة منذ تأسيسها حتى هذه اللحظة هي تمارس دور لدولة هي في الأساس دور أيضا وليست دولة تمارس قناة الجزيرة أسليب التحريض ونشر الفتن والكراهية والعنصرية أقرب مثال ما حدث في الأسبوع الماضي في دولة خليجية تم تسريب معلومة أن هذه الدولة الخليجية وصلت لها معلومات أن قناة الجزيرة وأن الدوحة هي عاصمة الربيع العربي هكذا تم التصريح به والكل شاهدة حتى هذا اليوم حتى هذه اللحظة لم ينفي أي مسؤول قطري هذه المعلومة وهذا الخبر لينتشر في جميع الدول العربية بل أن قناة الجزيرة لم تشير ولم تنفي هذه الواقعة مما يعني أنها تختار وعندها أسلوب انتقائي فيما تريد أن تفرضه وتكذبه على الآخرين أحد مراسلين قناة الجزيرة في برلين واستقال قال أن قناة الجزيرة تمارس وتفرض أجندة دولة قطر فهي أداء عن قطر والكل يعلم عندما تأسست قناة الجزيرة في عام 1996 قال حمد بن جاسم نحن لدينا جيش جديد وهي قناة الجزيرة فعلا وهذا هو الجيش التخريبي وهذا دورهم دور قناة الجزيرة التحريض الفتنة اللعب على عواطف الشعوب ومطالبهم تستغل شعار الحرية العدالة الاجتماعية ولكنها تأخذ هذه الشعارات لهدف تقسيم الدول لضرب الرموز في حين أنها لا تتوانى في أنها تبرز وتمجد في القيادات الإرهابية أن الشعب البحريني أصبح ينبذ الخروج على هذه القناة بدأ يستصغر من يخرج في هذه القناة ويتحدث باسم البحرينيين بالعكس لا يوجد أي بحريني مخلص لهذا الوطن لقيارته الحكيمة يقبل بمواطن البحريني عنده حصانة عنده حصانة مهما قامت ومهما فعلت هذه القناة لن تمس قيد أنملة من الولاء لهذا الوطن وقيادته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر